أحييكم مشاهدين من مدينة دالس في ولاية تكساس والتي تمثل الثقافة الغربية الأمريكية ولكن للمدينة وجه ثقافي تعليمي وتكنولوجي يتمثل بكبرى الشركات منها روبوكاينت التي أخيرا أعلنت عن أول روبوت للأطفال المصابين بمرض التوحد تم تطوير روبوت للمساعدة على فهم حالات الأطفال المصابين بمرض التوحد بدور موازن للإشرف الطبي والعائلي فهذا الروبوت ذو الجلد الصناعي بملمس طبيعي وبتقنيات حديثة تساعد في تطور مهارات الأطفال الموحدين للانخراط في المجتمع اخترعنا عام 2011 روبوت للأطفال المصابين بمرض التوحد بتقنية منفردة تنافس كبرى الشركات العالمية وهي تعبيرات الوجه وهذا ما أخذ وقتا طويلا من الدراسات والأبحاث بحسب الشركة المنتجة تبدو النتائج الأولية لتفاعل أطفال مع الروبوت جيدة حيث تمكن الرجل آلي الذي أطلق عليه اسم ميلو بواسطة حركات وجهه والأصوات المنبعثة منه تمكنه من كسر عزلة الأطفال وخروجهم من علامهم المنغلق أثبتت الدراسات التي أجريت في جامعة تكساس على أن الأطفال المصابين بمرض التوحد يتفاعل في البداية مع الروبوت كي يعتادوا على التفاعل الاجتماعي كالاستكشاف والتواصل بالعينين بعدها التواصل مع الأهل والأصدقاء كما يعتبر الباحثون بأن اكتشاف الأطفال ميلو يشجع ويعزز قدراتهم ويساعدهم على اكتشاف وجوههم وبعدها وجوه الآخرين وكل هذا من خلال التطبيقات أعدت خصيصا لحالات التوحد كما وتعمل الشركة على تطوير روبوت بحجم أصغر وتكلفة أقل كي يكون بمتناول كل الأطفال الذين هم بحاجة إليه